الجزائر اللي تريد الآن أن تعود بقوة دبلوماسيا ورياضيا يجب عليها أن تراجع مثل هذه الأمور ما كان يعني داعي أصلا لاتخاذ هذا قرار غلق الأجواء كان تقتعى العلاقات وتخلي الأجواء مفتوحة طيران هذه أمور تعتجاره وبيزنس واقتصاد وأموال تعود بالفائدة عبور الأجواء عن الجزائرية في فائدة للدولة الجزائرية أنت طروح تغلق الأجواء وتحاول تخنق هذا البلد فالمواصلات فكروا حتى في خطة الغاز وبعد ذلك ارتدت الأمور عكسا والأنبوب اللي كان يدي الغاز لأوروبا ولا يجيب الغاز للمغرب وما إلى ذلك من هذه الأمور ترى السؤال الذي يطرح ما هو موقف الجزائر بعد هذا الترويج الإعلامي لأنه مشكلة الرياضة في الجزائر دخلتها السياسة في كل شيء ولذلك نجأت هذه الصحف أنه المغرب يريد أن يتآمر على نجاح هذا المشروع لتقوم به الجزائر وهذا البطولة الجزائرية التي هم يفكروا باش الجزائر تعود بقوة إلى استضافة ربما عدة كؤوس العالم كما قالها قبل أحد المسؤولين وقالها وقالها حتى أبو تفريق على ما أذكر المهم يعني بداوي يفكروا بهذا المنطق أنت باش تعود بقوة دبلوماسية لازم لك تكون فنان في التعامل مع الأزمات هذه قبل أولا وقبل كل شيء الأزمات اللي أنت طرف فيها والأزمات اللي عندك حدود جغرافية معاها والأزمات اللي أنت لست طرف فيها يعني لازم تكون فنان الجزائر يجب أن تكون يعني عندها نوع من الفن الدبلوماسي في التعامل مع الملف الليبي في قضية الصحراء يجب أن يكون هناك نوع من الفن في معالجة هذه الأزمة اللي صنعتها أصل الجزائر حقيقة وأيضا في العلاقات مع المغرب في منطقة الساحل والصحراء مع تونس مع أزمة أوكرانيا مع كل الأزمات يجب أن تكون هناك سياسة واضحة وبينة وبما يعطي قيمة للدبلوماسية الجزائرية وليس العكس ترى السؤال الذي يطرح هل الجزائر ستوافق على هذا الأمر أنا وصلتني معلومات بأن الجزائر قررت أنها ستوافق على خط مباشر للمغرب مباشرة إلى قسنطينة من الرباط إلى قسنطينة هذه معلومات وصلتني من مصدر موثوخ يقول بأنه سيتم الموافقة لأن عدم الموافقة لن يترطب على المغرب أي شيء من الناحية القانونية الذي يترطب وتكون نقطة سوداء هي للجزائر والجزائر رهي تطمح أنها تنظم كأس إفريقيا مستقبلا هذه هي القضية وما فيها يعني أن الجزائر وجدت أن رفض هذا الطلب سيرتد سلبا عليه وربما تترطب عليه إجراءات من طرف الاتحاد الإفريقي مستقبلا وأفر سلبا على كل ما تريده الجزائر من وراء استعمال هذه المناسبات القرية والدولية في المجال الرياضي حقيقة هذه هي المعلومات التي وصلتني أنه ستكون هناك موافقة على هذا الأمر لأنه في كل جوانب التي درسوها وجدوا بأن الجزائر هي التي ستتدرى حقيقة أنه الذي يحدث فيها مهازل للجزائر الجزائر قطعت العلاقات وغلقت الأجواء بعد ذلك جات القمة العربية وجدت نفسها مضطرة أن ترسل وزير العدل إلى المغرب كي يقدم دعوة إلى الملك المغرب لحضور القمة وكانت مجبرة وحاولت بكل الحين أن تتفادى هذا الأمر عن طريق الجامعة العربية غير أن الأمر رفض رفضا قاتلا فاضطرت أن الجزائر يساء ترسل وزير العدل لقدم الدعوة وبعد ذلك أيضا فاتحت الأجواء خصيصا إلى الوفد المغرب ثم الآن جات هذه المناسبة الرياضية هذه كمناسبة عربية هذه مناسبة قرية مضطرة الجزائر أنها تفتح الأجواء ليس أن الجزائر راغبة في هذا الأمر أو شيء من هذا القبيل بل أنها مجبرة حتى لا تقع في حرج كبير مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هذه هي الإشكالية القائمة يعني ليش حتى توصل نفسك إلى مثل هذه البهدلة يعني أنتم قطعتم العلاقات مع المغرب قلتم دار أعمال عدائية لم تقدم أي دليل واحد على هذه الأعمال العدائية وصاروا يتهربوا من الوساطة رغم أن مصطلح الوساطة لا يليق في هذا المقام لأن هذا غير وارد المغرب المغرب يقول ما عندي حتى أزمة مع الجزائر هي أزمة من جانب واحد إذن هي ما هيش حتى وساطة لذلك الدول كلها لعرضة ما يشبه الوساطة تطلب من الجزائر قدمون الأدلة التي تدين المغرب حتى اتخذتم ضد هذا الموقف الأحادي الجانب ولا شيء ولا يملكون شيئا يتهربوا يتهربوا من هذه المسألة والدول كثيرة تقدمت ولكن عندما الجزائر ما قدمت لهم حتى شيء فيهم اللي قدموا لهم وعد قالوا سننظر في هذا الأمر ونوفيكم بها بعد ذلك تجاهلتها تماما لأنهم لا يملكون شيئا يدين المغرب عمدهم قصصات جرائد وحكايات فارغة للدول فيها الإعلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر